اشتركوا في القناة سيد خالد جاسم البلود بان اللجنة عقدت مؤخرا اجتماعها التنسيقي برئاسة السيد صلاح يوسف الشريان مع اصحاب حملات الحج للتأكد من كافة الامور المتعلقة بخدمة حجاج مملكة البحرين وقال الملود ان اللجنة ستعقد لقاء اخر مع جميع حملات الحج لاطلاعهم على اخر المستجدات فيما يتعلق ببنود التقييم والمتابعة وكذلك مناقشة الاجراءات الادارية والصحية لمقار الاعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة واجراء الفحوصات الطبية للعاملين فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة